بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الباحث طلاب الصف السادس درسنا اليوم هو القاعدة الكتابية علامات الترقيم وسوف نتحدث عن ثلاث علامات هم النقطة والنقطتان الرأسيتان وعلامة الاستفهام لنقرأ الامثلة ثم نشرح قال السماء كئيبة وتجهما المثال الثاني قال عليهم ابن ابي طالب رضي الله عنه الدهر يوما يوم لك ويوم عليك المثال الثالث اتراك تغنم بالتبرم درهمة ام انت تخسر بالبشاشة مغنى بعد قراءة الامثلة لنبين استخدام علامات الترقيم في المثال الاول جاءت علامة الترقيم النقطتان الرأسيتان بعد قال اذا اول استخدام للنقطتان الرأسيتان يكون بعد جملة القول قال حكى اخبر تأتي بعدها نقطتان رأسيتان انظر عزيز الطالب اذا المثال الاول انتهى بنقطة اذا النقطة ايضا من استخداماتها تأتي في نهاية الجملة تامة المعنى ننظر الى المثال الثاني قال عليهم ابن ابي طالب اذا عندنا قال تأتي بعدها نقطتان رأسيتان الدهر يوما يوم لك ويوم عليك يوجد لدينا هنا نقطتان رأسيتان ولكن لم تأتي قبلها قال او اخبر او سأل او حكى لماذا وضعت اذا من استخدام الثاني لنقطتان رأسيتان تأتي بعد التفصيل اراد علي تفصيل الدهر ففصله الى يوما يوم لك ويوم عليك ولاحظ ايضا جاءت النقطة في نهاية الكلام تام المعنى الجملة الثالثة اتراك تغنم بالتبرم درهمة هنا اسلوب استفهام فجاءت علامة الاستفهام هنا بعد الجملة ام انت تخسر بالبشاشة ما غنم ايضا اسلوب استفهام وجاءت بعده علامة الاستفهام اذا استخدامات علامات الترقيب على الترتيب هي النقطة تأتي بعد نهاية الجملة جملة تكون تامة المعنى النقطتان الرأسيتان اول استخدام لها بعد مقول القول بعد قال كما في الامثلة وثاني استخدام لها بعد التفصيل كما في المثال الثاني عندما فصل علي الدهر يوما واخر علامة الترقيب هي علامة الاستفهام تأتي بعد السؤال كما هو متعارف لدينا اذا ثلاث علامات ترقيب لكل واحد استخدام منها تعرفنا عليها لنتابع مع الأسئلة التدريبات صفحة 61 ضع علامات الترقيب المناسبة في الفراغ قال الشاعر بعد قال ماذا تأتي علامة ترقيب هي النقطتان الرأسيتان با بالحوار الهادف نصل إلى غايتنا جملة كاملة المعنى انتهت نضع النقطة جين هل أنت متفائل في حياتك أسفة هل أنت متفائل في حياتك أسلوب استفهام إذن في نهاية الجملة نضع علامة الاستفهام دال المرء بأصغريه نريد هنا التفصيل فنضع نقطتان رأسيتان قلبه ولسانه السؤال الثاني وظف علامات الترقيب التي درستها في جمل من إنشائك يترك للطالب على الدفتر المثال السؤال الثالث أجب عما يأتي إجابة تامة ثم اكتب علامات الترقيم المناسبة في أثناء إجابتك الإجابة تكون واحد كان السؤال يقسم الفعل الصحيح إلى ثلاثة أقسام عددها الجواب يقسم الفعل الصحيح ثلاثة أقسام نقطتان رأسيتان الفعل الصحيح السالم فاصلة الصحيح المهموز فاصلة الصحيح المضعف نقطة ثاني مطلب هو با أركان الإسلام خمسة ما هي الإجابة أركان الإسلام خمسة نقطتان رأسيتان نريد التفصيل هنا الشهادتان فاصلة وإقامة الصلاة فاصلة صوم رمضان فاصلة إيتاء الزكاة وحج البيت نقطة انتهت الجملة آخر مطلب هو جيم ما السؤال المناسب الذي تطرحه على زميلك إذا أردت معرفة مكاني سكنه نسأله أين تسكن وآخر الجملة نضع علامة استفهام شكرا لك عزيز الطالب تابع معي على تطبيق الواتساب النص الإملاء الخاص في القاعدة شكرا لك وحمن ثم